كان عمري 78 سنة 76 سنة سوري وكنت أتمنى أن أجيب ميدالية واحدة لكن ربنا كرامني وجبت أربع ميداليات عالمية أنا اسمي نجوة قراب وموليد 1 يناير سنة 43 مصرية صرف ما عنديش أي جنسية أجنبية نهائي أعتز جداً بمصريتي علمني أنا السباحة وكان عملي أربع سنوات تم ياسف السباحة في ناجي هليوبلس أخدت بطولات جموارية فردية في ريادة الحرة اللي هي كرولة وريادة الباك الضهر وريادة الفلاي اللي هي الفراشة وفضلت متفوقة جداً في السباقات جي لغاية أما توقف المسابقات للبنات والسبيان فترة دي كانت فترة فترة زواج وشغل وإنجاب وما إلى ذلك كنت بعوم لكن مش أنا اللي بنزل أعوم كده أنا لا 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 كان عندي أمنية في حياتي قلتها وأنا عمري 14 سنة قلتها في الصحافة المصرية وقلت أتمنى إني أمس البلدي في الخارج الأمنية دي فضلت معايا ملازماني من وأنا سني 14 سنة لغاية أما اتفتحت النشاط الرياضي تاني المسابقات للأساتذة أخر بطولة حضرتها كانت 2019 في كوريا الجنوبية في بلد اسمها جوانشو وسافرت كان عمري 78 سنة 76 سنة ساري وكت أتمنى أن أجيب ميدالية واحدة لكن ربنا كرامني وجبت أربع ميداليات عالمية المصرية وسط كل الأجانب أهم بطولة عملتها كانت في روسيا واخدت التالتة على العالم فيه الخمسين دهرة وفي المية دهرة وكنا عدد كبير جدا وكانت المصرية وقفة على المنصة وعالم مصر ارتفع فكان الشيء رائع أحلى حاجة بتسعد البني آدم وهي الرياضة بتخرج الواحد من أي حاجة سلبية إلى الإيجابية في الحياة